قد أتاك الخير بالنور المبين ونداء الحق من أبهى الخصار من أصول الفقه في دنيا ودين قم إلى الرحمن طوعا وامتثال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه فضل صلاة وتم التسليم تبين لك في الحلقة السابقة أن الشريعة الإسلامية شاملة لهذه الأمور أقصد بها أمور الدنيا والدين وأن هذه الشمولية هي موجب عقلي لختام الرسالة من الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ أنه لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى هذا فإن شريعته لا بد أن تكون صالحة لكل زمان ولكل مكان وبينا ذلك فيما سبق وأن الشريعة الإسلامية حينما جاءت بالقياس والمراد بالقياس هو قياس فرع على أصل لعلة جامعة بينهما ويستخرج منه هذا الحكم كما هو في الوقاع وهذا الذي ناظر في الشريعة الإسلامية يجد أن نصوص الشريعة الإسلامية وافية بالوقاع و بالحوادث وأنه لا يمكن تكون هناك حادثة إلا وفي الشريعة الإسلامية ما نص عليه وهذا هو الذي متقرر عند جمهور العلماء وذهب طائفة من المتكلمين في أصول الفقه كبالمعالي الجويني وغيره أن الشريعة ونصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار الحوادث وذلك لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية وفي الحقيقة أن الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنها شاملة للحوادث وأنه يوجد في الشريعة الإسلامية من طرق الاستنباط التي يمكن لنا أن نعرف بها هذه الحوادث سواء كان في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس أو في الاستحسان أو في سد الذرائع أو المصالح المرسلة وغيرها وأن النصوص الشرعية قد نصت على هذا وعلى هذا فإنك تجد أن من ذهب إلى إنكار القياس كالظاهرية على رأسهم ابن حزم رحمه الله فإنه لا ينكر كل أنواع القياس لكن هناك أنواع من القياس يثبتها ابن حزم رحمه الله مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تقول لهما أف فهذا فيه نهي عن التأفف للوالدين وقد جاء نقاس عليها على هذا الأمر جمع من العلماء الضرب وأنه لا يجوز ضرب الوالدين من قياس الأولى فكما أنه لا يجوز التأفف لهما فمن باب أولى أنه لا يجوز ضربهما وابن حزم رحمه الله يقول أنه ينهى عن ضرب الوالدين ولا يعتبر ذلك من باب القياس وإنما يعتبر ذلك من باب الدلالة اللفظية وهذه الدلالة اللفظية هي من نصوص الشريعة الإسلامية وعلى هذا فإنه لا يمكن لأحد أن يعيزه هذا الأمر سواء كان ممن ينكر القياس أو من غيره لكن انكار القياس في كثير من المواطن التي ذهبوا إليها في حقيقتها أنه فيه نوع مكابرة وذلك لأنه لا يمكن انكار القياس إلا بتفعيل الاستصحاب في مجالات لا يمكن لنا أن نستصحب الاستصحاب فيها كذلك أنه توجد بعض الأمور التي إذا لم نقل بالقياس فإنه يكون القول قبيحا ليس على سنن الشريعة الإسلامية وهذه مسألة ليس محل بسطها الحاصل أن القياس حجة في الشريعة الإسلامية وهي من الأمور التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم واستحملها الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأحكام الشريعة وانظر لذلك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فلما جاءه فقال إنه قد جاءه ولد لون بشرته كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال كذا قال هل منها من أورق؟ قال نعم قال فلماذا؟ قال لعله نزعه عرق فقال عليه الصلاة والسلام كذلك ابنك لعله نزعه عرق فقاس أن الولد قد نزع عرقه على لون ليس من بشرة أبيه ولا أمه كما أن الإبل لها لون معين ونزع منها شيء ليس على سنانها هذا فيه نوع من أنواع القياس الذي هذا الأمر ويستهدى محل استفصالها لكن محل استفصالها أن نبين أن الشريعة الإسلامية هي حاكمة وشاملة لجميع الأمور فالعقيدة مثلا هي شاملة لكل الأمور العقدية من أسماء الله وصفاته والمباحث سواء كان في حدوث هذا العالم أو المسألة أو مدعاه كثير من بعض النظار في قدم هذا العالم وكذلك في وجود هذا الكون وفي أدلة وجود الله سبحانه وتعالى وفي أدلة أسمائه وفي صفاته وكذلك في جميع أنواع التوحيد فإن الشريعة حاكمة في هذا الأمر وأما من قال أن أخبار الأحاد لا تفيد ولا يحتج بها في العقائد فهذا قول حادث بعد القرون المفضلة والصحيح أن أخبار الأحاد التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الأدلة الدالة أنها معتبرة في الشريعة الإسلامية ومعتبرة في العقائد ولا يوجد هناك أدوات معرفية لعلوم العقيدة وأدوات معرفية لعلوم الفقه وأدوات معرفية لعلوم الحديث بل إن الأدوات المعرفية عندنا وأدلة الاستنباط عندنا في الشريعة الإسلامية واحدة سواء في العقيدة سواء في الفقه سواء في الحديث سواء في التفسير وأن المنهج المعرفي الذي أعطاه الله سبحانه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذه الأمور وإنما قال من قال بهذا وهو أقصد بذلك أن خبر الأحد يسحجة في العقائد إنما دخلت عليه شيء من الحجب بعض الأمور العقلية هذه الأمور العقلية التي جاءت عندهم من جراء ترجمة بعض كتب اليونان وبعض الشبه العقلية والمقدمات الفاسدة أدى هذا إلى إنكارها الأخبار الأحد وأن هذه الظنية هو أن الأدلة العقلية قطعية من ذلك مثلا دليل الحدوث الذي ينص على أن الله سبحانه وتعالى أزلي وأنه لا تحل فيه الحوادث لأن الحوادث لا تحل إلا في حادث هذه الحوادث لا تحل إلا في حادث والله ليس بحادث فلا تحل فيه الحوادث أدى هذا إلى إنكار الصفات التي هي الخبرية أدى ذلك إلى إنكار كثير من المباحث العقدية وأدى هذا إلى استخدام أدلة عقلية في إثبات الله سبحانه وتعالى وأصبحوا يقولون أن الخبر جاء من الله فلا يمكن إثبات الله عن طريق الخبر بل لابد من معجزة وغيرها من المضائق ومن التي جاءت عندهم بسبب تقديم الشبه العقلية على النقلية والصحيح أن الشريعة شاملة لعلوم العقيدة شاملة لعلوم الفقه شاملة لجميع العلوم الشرعية شاملة لعلوم الغيب والشهادة وأن المنظومة المعرفية والأدوات الاستنباطية الاستدلالية واحدة في جميع هذه الأمور والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد نغتجي الرضوان في أسمامنا